هنأ سيادة المطران خرستوفورس عطالة مطران وعمان للروم الأرثوذوكس معالي السيد يوسف العيسوي بمناسبة حصوله على الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا للديوان الملكي جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سيادته إلى الديوان الهاشمي رافقه فيها المتروبوليد فنديكتوس رئيس دير القديس يحنى المعمدان في موقع المغتص وعدد من الأباء الأجلاء ووفد من أبناء الرعية الأرثوذوكسية وعبر المطران خرستوفورس عن سعادته بوجوده في الديوان الملكي العامر الذي يحتضن على الدوام كل الأردنيين من شتى الملابت والأصول موضحا سيادته أن الكنيسة الأرثوذوكسية هي الكنيسة الوطنية الأم في بلادنا المقدسة وأن المسيحيين كانوا وما زالوا جزءا لا يتجزأ من هذه الأرض وهم مع جميع إخوتهم في هذا الوطن يمارسون دورهم الفاعل في بنائه وإعلاء رفعته وأكد المطران خرستوفورس على وقوف جميع المسيحيين إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء الوطن وإعماره لافتا سيادته إلى العلاقة الوثيقة بين الكنيسة الأرثوذوكسية وملوك بني هاشم عبر التاريخ والنابعة من محبة ووفاء الأردنيين للهاشميين الأكارم من جانبه شكر معالي السيد العيسوي المطران خرستوفورس والوفد المرافق على الزيارة الكريمة للديوان الملكي بيت الأردنيين والعرب جميعهم مبينا أهمية تواصل الديوان مع جميع أبناء الوطن الواحد وذلك ضمن رؤية صاحب الجلالة الهاشمية في الاهتمام بجميع فئات الأسرة الأردنية الواحدة اشتركوا في القناة